الغرب وازدواجية المعايير الصورة لمنتخب ألمانيا في مباراته الأولى في كأس العالم في قطر صورة تحمل رسالة مفادها أننا لا نقبل بإسكاة أصواتنا وبمنع قائد الفريق من ارتداء شارة دعم المثلية بيان غاضب من الاتحاد الألماني يحدثنا عن أن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض وبأن هذه الصورة هي أبسط رد على الاتحاد الدولي لكرة القدم وبأن الألمان يقفون وراء قيمهم ومواقفهم حتى النهاية احترام الحريات واجب على الجميع وقبول التنوع بين الناس هو أمر محمود ولكن احترام قيم عادات وأديان المجتمعات الأخرى هو أيضا من صميم حقوق الإنسان وحرية التعبير ماذا لو نظمت ألمانيا كأس العالم على أراضيها هل كانت لتسمح للمشجعين بارتداء شارات بعينها والسلام على بعضهم البعض في الشوارع بتحية يكرهها الألمان في ألمانيا هناك العديد من المحرمات يجرمها القانون ويرفضها المجتمع ويحاسبك عليها القضاء في ألمانيا لن تتحدث عن الحرم ولن ترتدي أو تحيي أحدا بتحية بعينها في ألمانيا ستحترم قدسية يوم الأحد ولن تزعج أحدا من جيرانك أو تقوم ببعض الأعمال المنزلية في ألمانيا ستتعلم كيف تتخلص من الزجاجات البلاستيكية وكيف تفصل بين القمامة في ألمانيا ستعرف أنه لا يمكنك طلب مياه من الصنبور داخل أحد المطاعم سيجيبك الناد الغاضبا إذا فعلت بأنه لدينا مياه هنا يا سيدي ويقصد بها المياه المعدنية في ألمانيا قواعد وقوانين وقيم يحترمها الضيف قبل المقيم ولكن المنتخب الألماني لا يريد احترام قيم وعادات وقوانين قطر البلد المستضيف لكأس العالم حقوق الإنسان ليست قابلة للتفاوض نعم وهي أيضا ليست جزئية كما يطالب العالم قطر ونحن معهم باحترام حقوق العمال نطالب ألمانيا وغيرها باحترام حقوق المهاجرين وبالتوقف عن دعم أنظمة عربية ديكتاتورية بالمال وبصفقات السلاح كما تطالب ألمانيا قطر والعالم باحترام حقهم في دعم المثلية نطالب ألمانيا وغيرها باحترام المجتمع العربي والقيم الإسلامية طالما لم تضر بأحد ازدواجية المعايير والخطابات العنصرية والنفاق الغربي بات مفضوحا منذ اللحظة الأولى لانطلاق كاس العالم في قطر وبات على ألمانيا أن تركز على هزيمتها أمام اليابان وفضيحتها الكروية صباحا اليوم بدلا من توجيه الانتقادات هنا وهناك ترجمة نانسي قنقر